أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بأن يكون يوم الأحد الخامس من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وأن يكون اليوم التالي يوم الاثنين السادس من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم ونص القراراني على أن يكون يوم الأجازة المدفوعي الأجر للعاملين في الوزراء والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص